السلام عليكم اليوم أصعب عشر مراحل في ثلاثية كراش الجديدة انسانتولوجي بس قبل ما نبدأ لازم تعرفون أن القياس المستوى الصعوبة يعتمد على المفتيح مثل الذهبي أو البلاتيني والمرحلة الجديدة اللي هي اسمها ستورمي أسنت ما رح حدخل هذا من القائمة لأنها تعتبر أصعب مرحلة حسب كرام المطورين لها وطبعا كراش ثري ما رح تدخل من الأساسة هنا لأنها تعتبر من أسهل لعبة كراش بين الثلاثة أما الآن دعونا نبدأ في المركز العاشر معنا مرحلة نيتب فورس من لعبة كراش الأولى وهي تعتبر واحدة من أصعب مراحل الجزء الأول وتعتبر نقطة تحول الأولى اللي بينك أن لعبة كراش ما هي لعبة منصات عادية لكن لعبة حرق عصاب ورفع ضغط كل هذا بسبب المنصات المزعجة تجيك أماكن لازم تكسس صناديق وبعدين تنقذ منصة وبعدها تبعد عن خوزيق أو دبابيس أو مش عارف ش اسمها هذه عواميد بكل سرعة ومشكلة كراش أنه بعد ما يقفز يكون فيه لحظة ما تقدر تسوي شيء بعدها يكون معلق وهذه اللحظة تعلي الفرق بين حيوال موت في هذه اللعبة وبعدها جنوك سكان المرحلة أو مثل ما أنا سميتهم عبود ويدفك بالدرع حقه وحياناً يكون فيه شوك وراك وتموت يعني يدفك على الشوك حس بي الله عليك يا عبود في المركز التاسع معنا مرحلة هوغ والد من لعبة كراش الأولى هذه تعتبر مرحلة تركوب حيوان ثانية وإذا كنت توقع أن الدب اللي كنت تركبه في جزء ثاني متخلف في السواقة ما شفت شيء لما تركب هذا الشيء السواق تجي فيك الضغط وتشيء بالرأس خاصة أنه لفاته جداً 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 بطيئة في الاستجابة والمرحلة ما تقصر تصدقك أعمدة مشوكة عمود ورا عمود بوجهك وإذا ما كفك هذا يجيك عبود مع ربعه هنا ويدفك وإذا ما كفك بتلقى تيس مدريمندين شوي قدامك يرقوا ينزل حسب تفكيرك أنت يعني واحدة من أزعج المنصات في اللعبة في مركز الثامن معنا مرحلة بيهيفينج وهذه من كراشتو النحل 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 أزعج شايف المرحلة النحل والمزعج أكثر أنه حين يجونك فوق أربع نحلات ولما تسوي حركة كراش اللي تدور ما رح يقتل يمكن ثلاثة ويبيوقف ولما يوقف تجيك النحلة هذه الباقية تقرس كراش ويموت شيء يرفع الضغط ومو بس كده في مكان مليان نايترو وتقدر تنزل تحت تحفر تحت الأرض تتخبى صحيح من النحل بس أول ما تطلع يجمع عليك النحل وغير كده بعد يجيك ماريو نحيف مع مطرق يجي في قعراسكم يعني تحت الأرض وغير هذا كله النبات النبات اللي ماريو هذا جاء وجابه معاهم يا الله يخرب بيتم ذولي عليهم تقنيس ولا تقنيس ودو ميكر من أوفرواتش يجونك وين ما كنت نسيت تذكر حواليس الكهرب في حواليس كهرب مزعجة الله يعين في المركز السابع معنا من مرحلة كاسل ماشينري هذه تعتبر واحدة من آخر مراحل الكراش الأولى وطبعا تعتبر من صعبهم أكثر شيء مزعج هنا أن أول ما تبدأ المرحلة بتشو الفوز قدامك طبعا ما تقدر توصل لا إذا عندك الجوهرة اللي يكون وراك منصة ترقب الجوهرة وتروح الفوز لكن اللي كارك أنا يريك الفوز قدامك يقول لك يا الله حبيبي تريد الفوز تعالى فتضطر أنك تطيح تحت وتبدأ المرحلة طبعا المرحلة هذه أكثر شيء مزعج فيها الأليين هذول ينقسمون ثلاثة أقسام قسم اسمي سناب شات زي الكاميرا كنت صور بالجو وتطير وقسم يمشي مين يصار وقسم الصماتيقة تلمس وإذا لمسا تموت ويعني حاجة جدا مزعجة ولأ وليقهار كأكثر المرحلة تتفنن بتوزيع ذلك الأشياء فيجيك واحد بعين وراه ثاني وراه ثاني يطير يعني حاجة جدا مزعجة طبعا هذو غير الطيحات والأشواك اللي تكون على السقف ولا السنسير اللي ما يقصر طبعا يرقيك فوق فاجأت لقى أنك تقعت بشوك إذا ما بععت عنه جزء من ثانية بتموت وغير كذا في أحسبة متحركة هذه تخرب عليك توقيت القفص عندك وهذا طبعا كراش هامشي عنده القفص فهذا خرب التوقيت عندك خلاص تجيب العيد الله يعينكم في المركز سادس معانا مرحلة توديلي بير من كراش تو هذه المرحلة تعتبر مرحلة مخفية في الجزء الثاني ومدتها قصيرة جدا قصيرة ما هي طويلة بس الشيء اللي قالك فيها أنك تركب الدب الأبيض هذا شيء أنا أكره بعنف هذا الدب مشكلة بالتحكم جدا مشكلة يعني أوكي يعني مثلا الخنزير أسوأ منه بس هذا برضو مشكلة في التسواق حقها وغير كذا الرؤية قدامك ما تكون واضحة في المرحلة وما بس كذا تجيك حفرة وراء حفرة بعن حفرة كبيرة والدب هذا عنده تيربو تيربو هذا إذا ضغطوا خلاص كنك يعني تركت الطارة ومشى والحالة يعني الله يعين وغير كذا بعد في الحيتان الحيتان هذول في واحد يمين واحد يجيك يسار طبعا هذول يعني مزاجهم مرة اللي بيمين يجيك يمين ومرة سيلي يجيك يسار طبعا مربع الطاق في اللعبة في المركز الخامس معانا مرحلة فامبلينج إن ذا دارك من لعبة كراش وان هذه أظن تعتبر مرحلة سليية في كراش الأولى وكلها خدع بصرية تجيب بك العيد فيك تسألني اشي خدع البصرية أنا أقول لك ما في بصر ما في شي المرحلة كلها ظلمة الشي الوحيد لنوي طريقك هو قناع الأوكا الأوكا اللي معاك بس طبعا لازم تستعجل لأن النور ما يستمر وطبعا المرحلة بعدها عندك ذليك الجيلوتينز اللي تقطع ما رسي اسمها بالعريب بصراحة كل واحدة يختلف توقيتها عن ثانية يعني المرحلة هذه عذاب عذاب نفسي في المركز الرابع معانا مرحلة كولد هارد كراش من كراش 2 هذه تعتبر أطول مرحلة في كراش 2 وفيها 155 فاكا تومبو يعني صندوق وفيها أكثر ميكانيكة مزعجة في الجيم كله هي التزحلق على جليد ها هي قلبي وش أقول لكم كراش لما يتزحلق على الجليد كأنه واحد سوك سيارة وفجأة طلع لحيوانك ولا مفترس جلسة هاجمة بعدين يجونك الفقصات أنا سميهم وطبعا ذالي نوعين نوع متحمس ونوع مزاجي المتحمس يرقوا ينزل بانتظام زي ما هو أوكي ما عندي مشكلة لكن جيك المزاجي هذا المزاجي هذا ما يطلع وينزل لذا قربت له وحيانا حتى لو ما قربت له يطلع وينزل يعني مزاج على كيفه ومو بس كذا خلي هذا كله على جنب وأكثر أكثر أكثر شي مزعج في مرحلة هو البطريق حسب يلا عليه ما يرحم يدور مثل كراش وأحيانا يجي منك ثلاثة ورابع يجيك متأخر يعني عنده لك مع وجهه وبعدين ينكبون عفشك يعني حاجد المزعجة أنا بس أتمنى يحطون شوتقن في اللعبة والله لأفرغ كله على البطريق في المركز الثالث معانا مرحلة من كراش الأولى هذه المرحلة هذه المرحلة اللي تسببت بالطلقات وتكسير صداقات وهدم أسر المرحلة هذه اللي كل طيحة وطيحة بينهم طيحة وش أقول عن هذه كنا جزء من الجحيم حطولك إياه هنا في مرحلة تقول مصممها يهودي حسب الله عليه كلها طيحات وفيها أخشاب استهبال هذه تنكسر بسرعة وأحيانا ما تنكسر يعني كذا مزاج استهبال وفي حيوان غريب والله ما عرفت وش هو ذا له ثور وله كلب وش ذا ما تدري وآخر شي توصل استلاحف استلاحف هذه بالمزاج متو ما دي بتقتلك تقتلك أحيانا تكونوا تمشي وراها تبتنكس فوقها فجأة تلف كذا فريم واحد إلا أنت ميت ما تدري شلون شو للمساتك ما تدري ولا وما بس كذا إذا قتلتها تتواهك لأنك تقلت تختمها عشان تنقس فوقها وتروح لمكان البعيد ها وش هو ليش ما رقب الحبل أنا أقول لكم ليش ما رقب الحبل لأن التحكم جزء هذا مفقع غير الكراس القديمة لدرجة أن إذا كراس وقف على حاجة يتزحلك فالحبل يكون عسى تتدرب كيف تتوقف عليه وتمشي في طول المرحلة بتضيع وقت أكثر من أنك تتعب نفسك أن تخلص المرحلة بنفسك حاجة جدا مزعجة والمركز الثاني معانا مرحلة سليبري كلايم من كراس الأولى ها المرحلة هذه وش أقول وين أبدأ أول شي أحب أقول أنها من أجمل مراحل التصميم صراحة أجبني جدا شكل المطر وشكل البرق وشكل جدا رهيب لكن أيضا من أصعب المراحل كلها طيحات وكلها توقيت لازم تجيبها صح في القسم الأول يكون سهل الوضع شوي فجأة مستوى الصعوبة يكسر ظهر المصاعد المصاعد اللي يرقوا ينزل يسكك بالدبوس والدرجة اللي يختفي فجأة والمنصات اللي تدخل تطلع كل وحدة سمعتوني كل وحدة من هذه المنصات لها توقيت خاص فيها راحتم تون كثير وفي المركز الأول معانا مرحلة من كراس الأولى أخيرا وصلنا هنا أخيرا إذا كانت مرحلة اللي تشبهها ذيك اللي قلت لكم سبب طلقات يعني هذهك سبب طلقات وهدم أسر هذه تسبب وفيات وانتحارات حروب أهلية بعد أكره هذه المرحلة متأكد أن كل شخص لعب كراس يكره هذه المرحلة من البداية للنهاية أصلا من بدايتها بتفحط لأنك لازم تحفظها وحتى لو حفظتها لازم تجيب توقيت صح وحتى لو جبتها صح بتجيب العيد ما فيه راح تموت كثير ما فيها نقاش هذه أنت ميت ميت المرحلة بطريقة أنك لو غلطت بالقفز يعني فريم غلطت فيه لفيت كذا بغلط بتموت وضع لك الوقت طبعا أنك تحاول يجيب يدها هبيا البلاتيني والحبل بيساعدك لكن مو بالمشي أنك تنقذ علي النقذة خفيفة بحيث أنها يعديك أحيانا بعض السلاحة وكثر شيء يزعج لما تنقذ وطرفك راشي يوقف على خشبة أو سلحفة وتقول أوكي أنا وقفت فجأة تلقى هذا ينزل تحت برضي يعني شيء جدا مزعج يعني خذوه مني خذوه مني إذا قدرت تجيب مفتاح بلاتينيوم هنا فأنت تعتبر مسترت اللعبة خلاص صرت ماستر ما في شيء ثاني توقيت تسويه حط اليد غير اللعبة دوي اللعبة ثانية أنت أصلا خلصت اللعبة وما في شيء تقريبت تهايط عليه غير كذا وهذه كانت أصعب عشان مراحل في ذاتية قراشة جديدة إنسين ترولجي طبعا بيكون بيختلاط بالصعوبة بين شخص وشخص بس أنا حاولت قدر ما أقدر أني أجيب متوسط صعوبة المراحل بين الناس عطوني رأيكم بالحلقة وسووا لايك وشاركوا بقناتنا كما معكم فاد الشيحة شكرا المتابعة مع سلامة